بهذه الفقرة مثل العادة مع المعالجة النفسية والمرشدة النفسية والاستاذة الجامعية ديالا عيطاني موضوع جديد بكل مرة منطرحه ديالا صباح الخير خبر مور كيف فك حمدلك فك انت مش الحال فيه اتغزى البلفاري اللي نبستي لانه كثير حلو thank you I love it شو أخباري ماشي الحال ديالا كل مرة منطرح موضوع جديد معيك مرة الماضية حكينا عن تحديات الحياة حكينا عن مواجهة الحياة اليوم لوين رح نروح اليوم لحنا حكي قبلت شوي صارنا زمان اشتفترا حكينا عن الولاد رجعنا حكينا عن الأشخاص وصعوبات الحياة لهم نحنا حكي شوي عن العلاقات اللي هي واحد إذا انتبه له شوي كيف عم بيتعلق بالشخص الآخر كيف عم بيعبر عن الحب وكيف أمرار كتير مناخد أمور صارت معنا بالماضي مناخدها معنا للحاضر ومنصير عنا هالتعلق اللي ناتج عن عدة أمور صارت معنا بيت وفولتنا يعني كيف أهلنا تعاملوا معنا كيف نحنا حسينا سأتنا بحالنا أثرت علينا لنوصل لفكرة التعلق كيف عم بيكون عنا أي نوع نمط من الأنماط يلي حكيوا فيها كتير عن النفس بلشت كأنماط تعلق بصغار ورجعوا اكتشفوا أنه فيه أنماط بيقدروا يحطوها للكبار واللي هي عادة ثلاثة أساسيين عنا نمط الآمن أو للشريك عنا النمط الانسحابي وعنا النمط المتوتر والقلق أو الانكشوس رح نفوت بالتفاصيل حتى نحكي عن كل واحدة ومحكي كيف يأثر على العلاقات أكتر خلينا نبدأ بالنمط الأول الآمن السيف وقدين إحنا بهيضا نمط هل هو فعلا الأأمن بين الثلاثة عادي لأنه نوصل شوي للنمط الآمن كيف يعني شخص عنده نمط آمن بالعلاقة العاطفية أول شي شخص هو مرتاح مع حاله عنده ثقة بحاله عنده ثقة بأنه بيقدر يوثق بالشخص هو مرتاح والشخص الآخر حيزيد على حياته مرتاح بفكرة أنه بيقدر يوثق الشخص بيقدر يعبر عن حبه وبيقدر يقبل الحب الآخر يعني عارف أنه في توازن بين الحياة اليومية بين الحياة العاطفية ما أنه كتير قلق أنه الشخص الثاني إذا ما رد عليه مثلا قاله لا بيعرف أنه بيقدر يرجع أي يرد عليه بعضين إذا صار فيه علاقة جدية يحس حاله مستعد أنه يفوت على الكميتمنت ما عنده مثلا فير أو كوميتمنت ما عنده فير أنه الشخص الآخر يبعد عنه ما عنده تهديدات للشخص الآخر لا بالعكس عارف أنه هو بيقدر يكون حاله عارف الأمور الإيجابية بشخصيته والأمور اللي بيقدر يشتغل عليها شوي لحتى يحسنها بيعرف أنه فيه عدة لغات للحب بيقدر يعبر عنها بيعرف هو شو بيحاجة من الشخص الآخر يعني هل هو حابب يقضي وقت أكتر مع الشخص الثاني أو حابب بيكون فيه كلمات معينة يسمعها أو لا هنا عندهم هالأكسپيرينس نسوى بيكونه وبيكون مطمئن يعني فيها الحب اللي بيقدر يقدمه والحب اللي بيتوقعه من الشخص الآخر مريح ما فيها التوتر ما فيها التعلق زيد لا بالعكس فيه مثل الأطمئنان والأمان وبيكون ناتج على أنه حياته كانت سهلة أهله قدروا يعطوه الحب قدروا يعززوله سأته بحاله مأمل أنه بيستاهل كثير أشخاص بيحسوا أنه لا بركي أنا ما بيستاهل شخص منيخ ما بيستاهل معاملة منيحة ما بيترددوا وهيكا دايما عندهم كترة التفكير بالعكس حاسين حالهم أنه مرتحين عندهم سأبة حالهم وبشخص الآخر وبالعلاقة قادرين يتوروه وقت يكون فيه مشكل كمان ما بتقلوا بالدراما يعني بيقدروا يفصلوا بين الشخص والمشكل الوضعي اللي زحيح بيحسوا أنه أسهل أنه يعني يتخطوا مشكلة معينة ما بيكون فيه حقد ما بيكون فيه لوم بيكون فيه تعبير إيجابي وبيكون فيه هدف أنه يحلوا المشكلة لحتى يقدروا يطولوا العلاقة دايب دا وعي دايب دا ماتشوريتي دايب دا عمق بمعرفة الزيت معرفة الآخر معرفة الشريك اللي قدامنا لحتى الواحد يقدر يكون هالقد متصالح مع كل الصدمات اللي ممكن تصير بالعلاقة صحيح وهنا بيرتاحوا مع عدة أشخاص لأنه بيتكيفوا هلأ بيقولوا 50% من الأشخاص عندهم هال يعني هالنمط المريح والمطبئن ولكن أكيد الهدف إذا واحد بيقدر شوي يكون فيه وعي لحتى يوصل لهالأشخاص ولحتى هن كمان يقدروا يكون فيه عندهم علاقة مع شخص مريح مثلهم لأنه فيه أشخاص بيكون عندهم توتر بيميلوا أنه يتعرفوا عليهم هن بيتعبون أكتر يعني هذا النوع الأول إذا بدنا ننتقل لتاني فيه الشخص يلي يعني بيسمونه التوتر التوتر أو الاتاتشمنت الانكشوس اتاتشمنت كيف يعني انكشوس يعني هون من مرتاح مع حاله دايما متوقع أنه ساعاته مرتبتة بالشخص الآخر دايما بده يسمع الآخر لحتى يعطي هالكلمات ويطم منه كل الوقت وبالتالي بيصير كل شيء زيد يعني بيصير بده يدق كتير بيصير بده يعطي كتير بيصير بده يعبر كتير عن حبه باعتباره أنه ساقته بحاله مربوطة بكيف الشخص الآخر لحير الدالي وهو ما بيقدر يكون عايش لوحده بالعاكس دايما بده حضن معه دايما بده يفرج بالنسبة له كأنه في كتير حب كأنه في كتير أشياء بده يعطيه هلأ هو ساقته بحاله بتكون قليلة ولكن عنده ساقة كتير بالآخرين بالعاكس بيحمل الآخر فوق طاقته بيحسسوا أنه أنت الحياة كلها هذا محاول يعود نقص بساقته بحاله لأنه بيكونوا يمكن عن زغر ما قدروا يعطوا ساقة بحاله يمكن بالأهل ما طمنوا أنه هني بيحبوا رغم كل الأمور ورغم كل الظروف اللي عم بيقطعوا فيها ما قدروا يعبروا كتير بوجودهم مع الولد وخلق عنده نوع من الخوف بساقته بحاله وخلق عنده نوع من الحاجة للتعلق وهون المشكلة بالحب وقتها تصير بيحطوا أنه سعادتهم مرتبطة بالشخص الآخر وأنه هو يمكن نهاره كله مرتبط إذا شخص الآخر رد عليه أو لا وبيفوتوا كتير للإكستري هذه خطرة هذه الشغلة هذه ممكن تؤدي إلى توتر العليقة هذه ممكن تأزم الأمور مش تحلها لأنه كتير صعب وكتير بشع وكتير حساس أنه نربط سعادتنا بالآخر بالعكس بتحمل الشخص كتير من فوق طاقته كتير بسمع أشخاص بقولولي بلشت كقصة حب كهو عم بيهتم فيي عم بيغار فيي عم بيغاري علي كتير هيك بحاجة لأكتر عند تتن يعني الليساء كمين عندهم هال انكشس أتعلمش منت أكتر اللي هي أنه بدي تعبر كتير بدي ليه ما رد علي ليه ما سأل شو بعمل أكتر يعني كل محور نهاره مرتبط بالشريك وهدف كتير أنه يعبر ودايما عندهم خوف أنه هذا شخص يتركن إذا واحد عايش بهالخوف والقلق دايما بيجرب يعني لو شو ما عمل خلص سيوصل بشكوك كل الوقت بيزيد للأوورثينكين وكترة التفكير هل حيتركني عملتها شي مني حكي فيني أردي أكتر بدون يخرجوا من حالهم لحتى يعطوا الشخص الآخر أمرار حتى بيقبلوا أمور ما بتلبق لهم أو ما بتشبه شخصيتهم أو ما بيكون في تقدير لزيتهم كرمي للشخص الآخر الشخص الآخر يمكن يكون مانيبليتور يمكن يستغل هالأمور كله يمكن بالعكس يكون عنده نوع من الأتاتش مثل هو الانتوائي اللي بيبعد عنهم فهون كتير كمانا مهم موحد يعرف قدي هالعلاقة اللي بلشت عساس حب وعساس اطمئنين صار في كتير فيها قلق صار فيها توتر صار فيها وسويس كترة تفكير صارت بعض الأمور زيدة عن حد وصارت الطلب من الشخص الآخر كتير هيدا التوتر اللي عم بيكون بالانكشوس اتاتشمنت اللي عم بتأثر على الشخص على الشخص الآخر وعلى العلاقة هيدا هيدا النوع الثاني النوع الثاني النوع الثالث اللي عكسه اللي هو الانسحاب او الافويدن تاتشمنت هيدا الشخص اللي بيهمه حاله اكتر ما حدا يقرب شوي على ماي سبيس ما حدا يخنقني ما حدا كتير يزيد شوي طلبات مني عنده تقدير لزيته عنده تقدير لشخصيته ولكن بيحب حاله اكتر معقول يحب الآخر يعني بيقبل انه حدا يحبه ولكن منه مستعد كتير يعطي الآخر لحتى ما كتير يقرب عليه منه مستعد يعبر كتير لانه بالنسبة له ساعاته وراحة بيله اكتر اهم مظبوط اهم من انه يكون عم يفوت حاله بمتيهات الحب صحيح ويمكن امرار اذا صار في كميتمت وقال اوكي انا بدي ارتبط بيجارب يأجل شوي او بيجارب اوكي خلاص بعدين نرجع نحكي بيجارب يمكن يحكي مع الشخص الآخر ولكن اذا مرد مش مشكل ما بده يزيد على الشخص الآخر حتى هو كمان ما يحس انه حدا هزينفيدنج شوي لترايذيسي تعيته بيكون عنده اذا في مشكلة كتير سهل تلاقيه اختفى او بيعد بدل ما يواجه الانكشيس بيتخانق وبيعيد وبيصرخ بيعبر بيعبر كتير امرار بتصير من المشكل بيصير في مشاكل كتير الافويدن بتحسه اختفى بيعاد ما كتير رد على التليفون جارب يتخبى هيك وراء المشاكل ما كتير يحكي عنها بطريقة صريحة المشاعر ما بتكون كتير واضحة فالشخص الآخر معقول امرار ريصير عنده دوت انه بيحبني ما بيحبني عم بيفكر فيه ولا لا لأنه هيك كتير مرتح مع حاله ولكن بده يبعد يبعد امرار فيه اشخاص بيبعدوا عن مسئولية فيه اشخاص بيبعدوا عن التعلق او الحب فيه اشخاص عندهم مشكلة بالثقة بالشخص الآخر فيش اشخاص لأنه بدهم يحموا حالهم بيجربوا هيك يحطوا هالحاجز شوي لحتى ما حدا يقرب عليهم لحتى ما ينقزوا يمكن قبل ينقزوا كتير بحياتهم يمكن اهلهم ما كانوا كتير موجودين وبالتالي تعودوا انه هن يتكلوا على حالهم تعودوا ان الحب منه ضروري ومنه من أساسيات الحياة وبالتالي أنا خليني لحالي مكتفي ما حدا يقزيني ما اتوقع شي من حدا لحتى ما هيك ارجع يعني not to meet my expectations فهيدا النوع الانسحابي كمان موجود ونوع من الأشخاص اللي بيبينوا شوي أكتر إن كان ما كتير بيسألوا عن الآخرين أو بيحبوا حالهم أكتر أو ما بيعبروا عن حبهم أو ما بيعطوا وقت للآخر أو بيأجلوا كل المشاكل كل الحديث هيك الديب طاق لحتى يكونوا بالسيف زون أكتر زالة لما نحكي عن هاتلات أقصام من التعامل مع المشاعر أدي بدأ أرجع بالعلاقات لحتى نحكي إنه هي إنعكاس للطفولة للتربية للأهل لهذا المخزون يلي منحمله معنا بالبيت الصغير أدي علاقة الأهل مع بعضهم الأخوة بالبيت هذا المجتمع الصغير يلي منطلق منه أدي ممكن يطبع شخصيتنا لنبني علاقتنا مع الآخر بالمستقبل أدي ها شي بأثير كتير دراسات قالت إنه كتير مرتبط اللي بتبلش من علاقة العلاقة الأساسية بين الأهل وولادهم وفي دراسات تانية أثبتت إنه يمكن إذا العلاقة ما كانت منيحة بين الأهل لا بيقدر إذا كان فيه وعي وكان فيه شخصية المرينة اللي بحابة تشتغل على حالة بتقدر ترجع تحسن العلاقات ولكن علاقة الأهل بأولادهم كتير بتأثر هل الأهل كانوا موجودين أو لا حسسون بقلة سأب حالهم هل قدروا يعطون للمساحة التعبير عن المشاعر أو لا من نوع التعبير بعدين كيف العلاقة مع اللباء العلاقات كيف هو شخص مع حاله كيف عنده بالانس بعدة أمور بحياته يعني أنا في بارت للعلاقة أو في بارت لشخصيتي لتكويني لدراستي لشغلي هون كيف واحد بينظر لحاله كتير بتأثر على العلاقة ومهم ينتبه شوي لهالعلاقات مع الآخرين خاصة مثلا إذا نتبه صار فيه كلاش بالعلاقات شخص عنده مثلا حسس حاله كتير متوتر بيتعلق بشخص انسحابه هون تخلق المشاكل أكتر بيصير واحد أنت ما عم بتعبر لكتير أنت لأ بالعكس كتير أنت عم بتكبر الأمور وبيخلقوا هول المشاكل مع الوقت أكتر بيبين كل واحد من وين جاي الانسيكوريتي يستعوله يعني مهم أنه ينتبه الشخص هول الاتراكشن للاتاتشمنت الآخرين كيف عم بتأثر على العلاقة كيف عم بتأثر عليهم سهل كتير المتوتر دايما أنه يطلب الحب ويطلب دايما هيك الاهتمام أكتر بس بيكون الشخص الآخر مثلا الانسحاب غير موجود وهون دايما بيصير بيقول أنا بتعلق بالشخص الغلط لأنه الشخص الآخر ما قادر يعطيني قد ما أنا بحاجة أول شخص مثلا الافويدنت اللي هو بيحس اللي حواليه كتير طالبين منه هون بيقول لا أنا أفضل المسامة العزوبية ما بدي واجعة الرأس أكتر وهون هالمشاكل كلها بتكون ناتجة عن التعلق العاطفي قديش عم بيكون غير مطابق أكيد إذا واحد بيقدر يشتغل على حاله بيقدر ينتبه على نقاط قوته ويكون عنده وعي بسأته بحاله بالأمور اللي هو بحاجة لأله بأساسياته كيف الواحد ديالة في يشتغل على حاله يعني مثل ما عم تقولي بنفس الأقطة اللي عم نحكيها يعني دي الواحد في يشتغل على حاله كيف يشتغل على حاله وهيك تبس بيختم لقاءنا بهذا المحور وهذا الموضوع لحتى كل شخص يوع على هيدا النقاط اللي عام بتدهور العلاقة مع الشريك ويقدر يصلي حاله أول شي ليقدر يرجع يرمم العلاقة كيف بدأ أوصل شوي ليكون عندي هالأطمئنين والأتاجمنت السيكيور أول شي أنا بدأ أعرف حالي يعني بدأ أعرف شو الأمور اللي أنا بحبها بحالي شو الأمور اللي بدي غيرها أكيد بمساعدة يعني أمرار كوتشز حتى في فاملي ثير بيشغلوا على الموضوع أول شي بدأ أعرف كمان الأمور اللي أثرت علي هل أنا بخاف من الماضي لأنه علاقة أهلي ما كان تمنيح هل أنا عندي خوف أنه حدا يتركني لأنه أنا ماني مرتاح مع حالي هل أنا بخاف حتى من لأنه صار في كتير عنده مشاكل قبل وهالوعي اللي كيف الأمور أثرت علي لحل لحتى تعطيني شوي هالأدراك وانتبه للأمور تاني شي ما بدي حتى ساعاتي بيقيت حدا تاني يعني أنا ما في نقول هو مصدر ساعاتي أو هي كل حياتي هل التفاصيل اللي بطل حب صار فيه تعلق زائد واللي هو بيأثر على الشخص لأنه بيصير في كتير هكي مود سوينج نهار وكتير حلو نهار تاني أبدا مش حلو بيبعد عن مشاعر الأساسية تالت نقطة بدي عبر عن مشاعر بطريقة واضحة ولكن بطريقة غير هجومية يعني أنا عم بشعر به الطريقة طريقة الحديث الإيجابي غير الدراما بدون القلق بدون المشاكل السودوية وبطريقة شوي هيك فيها تركيز على الخلافات مش تركيز على نقد الشخص بدي ركز على الحاضر وقت يكون في مشكلة هلأ بدي ركز عليها هلأ لحتى ما جيب كل المشاكل الأخرى وشوي شوي بنتبه أنه بقدر رقلج شوي من التعلق العاطفة عندي لحتى صير شوي مطمئن بحالي لأداء حتى تمن حتى شارك معي وتكون العلاقة مبنية على حب التقدير احترام وليس على خوف أو قلق أو بعض أو مشاكل اللي هي كمان شوي شوي بتزيد لأنه مع الوقت العلاقة الأمنة الجيدة بالعكس تيناتهم بينموا ويتطوروا ويتطوروا حالهم والعلاقة بينما بالعكس يمكن توصل لمشاكل كتير خلافات كتير والشخص والمشاكل حتى مع الانسية يمكن توصل لبعض وانعزال ومشاكل زيدة على العلاقة ديالا عيتاني شكرا لأنه دايما المواضيع بتحلى بطريقة التي بتعالجها وبتطلع لإلى المعالجة النفسية ديالا عيتاني شكرا لإليك وأكيد نلتقى الأسبوع الجاي ثالثة المقبل بموضوع جديد شكرا شكرا